اشتركوا في القناة شهر يوم الخميس اللي هو تحديث 5.2 وحنخبركم على أهم الديتيلز اللي صارت وشو التغييرات اللي صارت وطبعا حسابي مقطع جديد ان شاء الله على Community Games اللي هي السيرفرات حيكون بعد هذا المقطع ان شاء الله وطبعا شكرا على دعمكم المتواصل لو مش مشتركين بالقناة فيكن تشتركوا بالقناة والتنبيهات يا شباب واللايك وان شاء الله يعجبكم المقطع طبعا لو عندكم اي اسئلة اي اسئلة الفسارات تقدروا تحطوليها بالكومنت وطبعا فيكن تتابعوني على تويتر وعلى حساباتي في السوشيال ميديا موجودة في الديسكريبشن حياكم الله اهلا وسهلا فيكم اول شي بخبركم شو اللي حيتغير بهذا التحديث واهم النقطة اللي هي حتكون مركزين على البلانس للأسلحة في أسلحة خففوها وأسلحة زودوها وعدلوا عليهم كلهم تقريبا بديتيلز ان شاء الله مدخلكم بالموضوع وتاني شي اللي حينزل بشهر ديسمبر في عنا الويك ايلاند ستنزل ان شاء الله قريبا يوم 12 الشهر وفي عنا الكميونيتي جيمز اللي هي السيرفرات الخاصة وحيكون فيه أربع أسلحة جديدة بالشابتر 5 طبعا أول سلاحي اللي هو البر 1918A2 وفي عنا الـ Type 97 وفي عنا الـ MG نامبو Type 2A والـ M3 غريس غانب هدو ان شاء الله سينزلوا بخلال الشابتر 5 نبدأ يا شباب بالتغير على الأسلحة والـ Gadgets والـ Specialization اللي هي التخصصات أول شي في عنا الـ Hit Marker الإصابة الـ Kill والـ Headshot طبعا هدلون تغيروا الأصوات فيهم صارت أصواتهم غير اللي كانت قبل وتعديل أو fix على قاذف اللهب في مشكلة لما أحد يكون بالكهف وعم يستعمل قاذف اللهب كانت دمج كثير كثير وضعيف ها يعدلوا عليها وصلحوا هذا وكان فيه مشكلة ثانية وتكون أنت وراء حيط وتضرب بقاذف اللهب على الحيط اللاعب اللي وراء الحيط يتدمج كمان ها يعدلوا عليها وكمان الشيء المزعج اللي كان واتحدا يضربك بقاذف اللهب بمكن تشوف حالك عم تطير وقت اللي تموت حاليا لا تشوفوا هاي المشكلة أبدا في الجيم وكمان مصلحوا بق اللي هو واتحدا يصير الرسبون بعدين يخرج من السيرفر اللاعب التاني ما بقدر يروح ياخد العدية تبعيته أو الاسلاح تبعيته والقادجت تبعيته لانه حتصير تختفي معه والفليجر فست هذا اللي أنا بسمي قاتل الطائرات طبعا معدلنا عليه على الطلقات تبعيته كانت 1.5 ثلاث سيكندس صارت ثلاث سيكندس يعني كانت قبل الطلقات تبعيته تصل لـ 300 متر هلأ حتصير تصل لـ 600 متر بس طبعا فيه تعديل بسيط على هذا الاسلاح انه وانتنزل بالاسلاح هذا كان ينزل معك مخزن واثنين تانيات بس حاليا سيصير معك مخزن وواحد تاني الاسلاح اللي بعده الاموان جرانيت تضعوا في اللعبة وكما اضافوا عليه حربة اللي هي البيوند هناك تعديل بسيط على تشييك الاسلحة وقت حدا كان يساوي تشيك على الاسلحة الجانبية الفرد مثلا كان فيه مشاكل حاليا عدلوا عليها وفيه تعديل بسيط اللي هي الاسلاح VGO وعلى اسلاح الماتسن MG طبعا عند تنتهي اللعبة يكون حدا نحامل اسلاح معدلين على الصورة وفيو تبعيته وتعديل على الجنود اليابانيين صاروا بقدروا يرمو هلأ السكين اللي هي الكوناي نايف وتعديل المهم اللي هو على القنابل وقت انت حدا يزدت عليك قنبلة وانت تروح تمسك وترميها طبعا هاي عدلوا على الوقت المطلوب لحتى ترمي القنبلة لحتى يناسب الانيميشن أو الحركة اللاعب وكمان عدلوا على المسافة بحيث انك صرت ترميها بمسافة اكتر او اكبر وتعديل كمان غيروا على الماينز بحيث الماينز صار الى اثنين ويرز يعني الى سلكين واحد يمين واحد يسار طبعا هاي عدلوا عليها بحيث انه صار ترميها افضل صار اللاعب يستطيع يشوف بالارض موجودة وطبعا عدلوا على الدمج بحيث انه لو اللاعب عنده full health كامل يعني ووقف بالنص عليها بالضبط لو انفجرت طبعا اللاعب سيموت ما سيموت كامل وتعديل كما نزل على اللعبة وهو تعديل مهم على الاصوات بحيث انه عدلوا على الاصوات friendly soldiers يعني ال teammate اللي عندك الفريق ستغير الاصوات وستكون احسن انك تميز بين الصوت الفريق والعدو ونفت الآن على الدسم الأسلحة أول دايس و اي اي يقولون انه تغييرات كثيرة على الاسلحة ستصبح خلال الupdates اللي جاءة وهنا حاليا مبلشين وبهذا الupdate في تحديث كثير على الاسلحة بس bullet action caribine sniper rifles anti anti material rifles كمان هدلون بعض يعني ما سيكون عليهم تعديل قادم قريبا جدا جدا منبلش باسلحة SMG طبعا سلاح السومي tommy gun mp28 zk 383 غير الدمج من 5 13 bullet to kill او طلقة effective range من 0 15 متر و ammo target 150 180 و لدينا الاسلحة الثانية ZK 383 مرة ثانية mp40 stent emp type 100 غيرت damage 4 11 5 12 type 100 runge 20 20 m 150 180 mp mp 34 mp 38 damage 5 8 to kill to kill to kill and runge 10 to 30 mp and runge to 180 assault rifles assault rifles there is also a assault rifles assault rifles there is also a assault rifles reboilers damage from 5 to 7 to runge 15 to 40 mp and runge 150 mp STG damage from 5 to 8 to 8 to kill runge 10 to 30 mp and runge stomp govier storm govier damage from 6 to 9 bullet runge 10 to 30 and runge 10 M1907 SF also damage from 5 to 3 to kill runge from 0 to 15 and runge Breda M1935 PG damage from 5 to 6 20 to 50 mp and runge 140 let's start with LMG this is all easy and runge ke7 brain gun and runge from 5 to 8 to kill and runge from 10 to 30 ammo spawn ammo and runge CQ BLMG LS 26 and FG 42 damage from 4 to 11 and FG 42 from 5 to 13 bullet to kill and runge from 0 to 15 spawn ammo and runge 20 weapons another MADSON MG damage will be 6 bullets to kill and runge 20 and runge and runge MGM like MG 42 and VGO damage from 5 to 13 to kill and runge from 0 to 20 and runge and runge from 20 to 20 and runge and runge MG 34 S2 200 M1922 MG and runge from 6 to 9 bullets to kill and runge from 10 to 30 and runge from 200 and runge M19 A6 damage from 5 to 8 to kill and runge from 20 to 50 and runge to 50 and runge semi auto rifle like the M1 A1 A1 caribine from 4 to 6 bullets to kill and runge from 10 to 50 and runge AGM 42 and runge 4 bullets to kill and runge to kill to kill and runge to kill from 3 to 6 bullets to kill and runge from 0 to 30 and runge and runge Trener SMLE from 4 to 5 and runge from 15 to 50 and runge to 90 mass 44 from 4 to 5 to kill and runge from 15 to 50 and runge to 90 and runge and runge M1 grenade caribine 1938 and runge 43 and runge 1916 and runge to 3 to 4 to kill and runge 20 and runge and runge and runge and runge self loading rifle self loading rifle and runge model 8 RSC and runge from 2 to 3 to kill and runge 10 to 50 and runge and runge and runge and runge like ZH-29 self slader 1906 damage from 2 to 3 bullets to kill and runge and runge and runge and runge and runge 50 and runge shotguns 12G automatic effective runge 8 and runge and runge 35 and runge M1897 and runge 9 and runge and runge and runge M30 and runge and runge and runge and runge to 15 and runge and runge pistol caribine like PO8 caribine and runge from 0 to 20 and runge and runge and runge and runge and runge from 0 to 20 and runge and runge and runge bullet action caribine which is depending if the 潤 and runge and runge and runge into 50 and runge the sniper rifles and runge 40 ستنزل معك أمو 30 طلقة بس بعد ما عدلوا على الدامج تبعية الأسلحة أو المسافة. هاي بشكل عام تعديل على الأسلحة لو عندكم أي شيء حطوا ليها بالكومنت لأني كنت عملكون يا على السريع لو عندكم أي استفسارات فيكم تحطوا ليها بالكومنت وتبعتوا لي ميساجز حتى على تويتر وأنا ان شاء الله بجاوبكم عليها. من انتقل على التعديلات اللي حصلت للجنود أول شيء في عنا فيكس مساوينه على الريفايف بحيث أن الهيلث تبعية اللاعب ستصبح أسرع انه يساوي له ريجين أو انه ترجع له الهيلث تبعيته. لو كان ريفايف ورجع نزل دمه ستصبح أسرع حتى يصبح الدم فوق. وفيكس ثاني يعدلوا عليه لو حدا قتلك وحدا لك ريفايف وبعد خمس ثواني فوق الخمس ثواني. رجع حدا قتلك كان قبل ما تستطيع ريفايف بس حاليا بعد خمس ثواني وما فوق تستطيع تساوي الريفايف لللاعب اللي مات وتعديلات كثيرة موجودة في التحديث للجندي وهنا كانوا مركزين على الانيميشن والمشاكل السلاح الالتحامي لو أحد ضربك في السكين طبعا صارت الانيميشن لو حدا ضربك من ورا صارت أسهل وقبل كان فيه مشاكل بالهيت يعني كان ما وحدا يضربك أحيانا وانت تساوي ملي لواحد ما كان يصير فيك دامج حاليا هي كمان عدلوا عليها هذه طبعا كانت وكمان عدلوا على كم انيميشن مثل ديناميت وتكون عم تساوي سبكتيات على أحد هو مرمي ديناميت أحيانا لم تكن تطلع الانيميشن الصح حاليا كمان عدلوا عليها وطبعا تعديلات كثيرة سوف أضعكم الرابط في التصوير كالعادة سوف ترى واحدة واحدة ولكن أنا حاليا مركز على أهم التعديلات ننتقل الآن على الفايكل والدبابات الطيارات والآليات وماذا يحدث فيهم ننتقل على الهاتف طبعا التانكز حدث فيه الآن ثلاث فئات اول واحدة الهيت الكبير والهيت العادي وفيه هيت بسيط تكلمنا عنه في المقطع الماضي يمكنك أن ترى طبعا كل هيت حسب وين أنت تضرب التانك وكمان هناك نقطة على الانجين وعند الانجين بيصير ديزيبلد حاليا مساوينا أنه بس وقت حدا يضربك من التانك من ورا أو من تحت على أي تانك موجودة في اللعبة بيصير الانجين ديزيبلد يعني مات فيه أنه تضربه أي مكان بيصير الانجين ديزيبلد أو واقع في الانجين وكمان هنا عدلين على الديناميت والاتي مينز بحيث أنه الاتي مينز تستطيع تساوي دمج أو ديزيبل يعني توقف قصب من الآلية أو التانك وحتى المينز كنا نستطيع نضع ثلاثة مينز بس حاليا رفعوها إلى ستة بحيث أن تستطيع تضرب ستة مينز طبعا هذه نتكلم على المينز التي تنزل من الطيارة أو من الدبابات ستكون نفس الشيء وحتى السبورت والطيار والتانكر الماكينة أو الماكينة تستطيع دمج للتانكات العدو وكمان شغلة جديدة أنه لو ضربت تانك بمكان كريتيكال سيطلع لك لون معين مثل لون الهيتشوت لو ضربت واحد أن هذا المكان كريتيكال أو أن التانك صارت بكريتيكال وضعه خطر وستنفجر طبعا هناك تعديلات كثيرة على الآليات ولكن لن أطول المقطع سأنتقل للشيء اللي بعده ولو تكون معلومات أكثر على الآليات الطيارات خبروني بالكومنت عشان أساولكم مقطع جديد مخصص للتعديلات اللي صارت على الآليات ننتقل للخرائط والأطوار أول شيء نبدأ بقريطة الأيردروم طبعا عدلوا عليها بحيث أن حاليا يحدث لديكم بوكسز وشغلات وحجار وشغلات 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 وحجار وشغلات كان هناك أمو بوكسز أو كانوا ليس موجودين أحيانا لا يخرجوا الآن عدلوا عليها وصارت تطلع وشكر لفارس KSA أو فارس 2011 KSA هذا طبعا أخي وحبيبي فارس تتابعوه هو كان ونزل غنية بالبق والغنية طبعا عجبتهم لأي اي اي وعجبتهم حتى باللايف ستريم تتكلموا عنه وحتى الآن يضعونه باتش نوتس ذاكرين اسمه وكثير مبسوطين ويستنون منه غنية تانية ان شاء الله فارس بدنا غنية تانية هذا لون التعديلات التي حصلوا على خريطة ايردروم أما خريطة ايوجي ما لديها ثلاثة شغلات جديدة أول شيء الدخان بالخريطة الطبيعي صارت بشكل طبيعي أكثر ثاني اوبديت الميني ماب الخريطة الصغيرة صارت تطلع السفن البعيدة الموجودة في المحيط أو في البحر بشكل أفضل وثالث تحديث على السكواد كونكويست كان في مشاكل بالسبون بعض اللاعبين كان ينزلوا بسبون كأنهم جوا سيارة أو جوا الترك كمان هاي عدلوا عليها وزبطوا هدلون وفي تعديلين حصلوا على خريطة البسيفيك ستورم أول واحدة هي دبابة T38 طبعا هي الريينفورسمنت كاليبوي عدلوا على المشكلة اللي ما كانت تقدر تخلي الدبابة هاي تساوي سبون الثاني شي عدلوا على الفيكتس طبع المطر كمان هي عدلوا عليها لاحظوا أن الأبدت هاد ما في كتير تعديلات على الخرايط الجديدة اللي هي الأيوجيما والبسيفيك ستورم وهذا الدليل على أن إن شاء الله إن شاء الله دايس وي اي لايحين بالاتجاه الصحيح هذا اللي نحن منتمنى وفي تعديل واحد على التوستد ستيل طبعا بالتيم ديسماتش كان في مشكلة بالسبون لبعض اللعبين كانوا ينزلوا خارج منطقة اللعب كمان هاي هاي هلأ عدلوا عليها أما آخر شيء خريطة الاندرغراوند طبعا في تعديلات على الساند باكز الموجودة على الشبابيك في البناء كمان عدلوا عليها وغيروا بعض الأماكن عشان كانت مصعبة أنك تدخل جوا الشبك وتعديل ثاني على الكاميرا بالفري مود كمان هيعدلوا عليها والكونكويست كمان في تعديل على نقاط السبون تبع الفريق حتى يحاولوا يساويوا بالانس أكثر للعبة هدلون التعديلات الأساسية اللي صارت على ال اندرغراوند ننتقل هلأ على مود طبعا هذا المود هينزل قريبا هناك تعديلات ثانية صار موجود الأوتبوست على الأيردروم والباسافيك ستورم والآيو جيما وغيروا على آلية اللعب في الأوتبوست من حيث النقاط صار 25 لكل راديو وطبعا زودوا الوقت لكل برج حتى 60 ثانية بحيث اللعبة كامل من 25 دقيقة إلى 30 دقيقة وفي تغييرات حصلت على الفايكلز والآليات الموجودة في اللعبة بحيث أن الدبابة لا تطلع لحتى أول فريق 50% يعني يخلص نص الدبابة تطلع تطلع لك الدبابة أما الطيارة بعد ما يصل إلى 75% من النقاط تطلع الطيارة وأهم تعديل بهذا المود للعبة بهذا الطور أنه شالوا طيارة البومبر طبعا حطوا هلأ طيارات الفايتر وما ستلاقي طيارات بومبر خاصة بالخرايط الأوروبية حتى بالخرايط الأوروبية صارتوا تلاقوا هلأ الهاف تراك أو السيارات اللي بتنقلوا فيهم صاروا يصير عليهم سبون أكثر بالقاعدة عند الفريق لحتى تصير الحركة والتنقوا الأسهل وأسرع كمان في تعديل على النقاط بحيث أنه التعادل عدلوا عليه إجزاكتلي لما بصير فيه تعادل بالنقاط وخلصت الجيم بيحسبوا لك تعادل قبل كان فيه أخطاء بحيث أنه لو كان فيه نقاط بسيطة ضل يحطوا لك تعادل هيا حاليا عدلوا عليها وطبعا معدلين على الوقت اللي تنتقل فيه من أوتبوست لأوتبوست ثاني من برج لبرج ثاني طبعا عدلوا على هذا بحيث صار في وقت معي أنك لازم تدافع عن البرج وكمان عدلوا على السكور يعني هلأ صرت تاخد بوينتس أكثر على الديفيند أو وقت انت تساوي دفاع عن الراديو تاوار تبعك الأوتبوست وكمان غيروا بالسكورينج لتبعية الأوتبوست كلها بشكل عام حتى تصير انت تحصل بوينتس أكثر وأحسن وطبعا بالانس للجيم مود أو للطور هذا طبعا وزودوا على الهيلث للبرج وحتى صار هلأ تقدر تدمره بال أو بالرينفورسمنت بشكل صحيح من دون أي وشغلات أكتر طبعا موجودة رح حط لكم الرابط طبعا في السكريبشن عشان تشوفوا شو التغييرات اللي صارت وطبعا تعديلات كثيرة على القوائم وعلى ومن التعديلات اللي صارت في الجيم السبوت حاليا لو حدا نساوي عليك سبوت بيطلع لك تحت الخريطة انه انت سبوتد ومدة السبوت غيروها من 12 ثانية لعشر ثوانية حتى المسافة مقاللنا 20% وطبعا في تعديلات على الميني ماب حجم الآيكونز الميني ماب حيث انك لما تشوف عدو في سبوت بيطلع لك الاتجاه اما هلا ننتقل على التعديلات لك البلاتفورم اول شيء الكمبيوتر او PC في عليه تعديل على بوغ كان موجود هذا البوغ وتكون الجندي واقف بمكان معتم ما كان يبين في مشكلة بالاضاءة للمستخدمين كروت AMD وDirectX 12 وفي الاندرغراوند لعبين بيسي تضعوا انعكاس بالماء الذي يستعمل للRTX وكما عدلوا على أصوات كثيرة للاعبين بيسي اما الـ XBOX كان في فريز او مثل توقف اللعبة قليلا عندما يضغط على زر XBOX لكي يظهر على القائمة هذا عدلوا عليه وكان هناك مشاكل بالسلايدينج كما هاي عدلوا على السلايدينج بطنز البلايستيشن 4 طبعا في تعديل على مشكلة كانت موجودة وهي اللغة العربية طبعا الآن لم يكن هناك مشكلة اللغة العربية قبل أن يظهر من الجام يظهر لو تستعمل اللغة العربية حاليا هذا المشكلة حلوها وأخيرا بعد ما طلعت اللعبة ولعبنا لمدة سنة حاليا عدلوا على اللغة العربية واللعبين يستمتعوا باللغة العربية من دون ما طلعوا من اللعبة وكان هناك مشكلة نفس المشكلة التي كانت بال XBOX وهي زر سلايدينج كمان هذا معدلين على السلايدينج هذا وحاليا آخر سنذكر حجم المشكلة لكل بلاتفورم البيسي الحجم سيكون 12 جيجا البلاي ستيشن 4 سيكون 6.7 والإكس بوكس 1 سيكون 7.3 لا تنسوا يا شباب لو عندكم أي استفسارات أي فيدباك أي شيء تتواصلوا معي عن طريق الكومنتز أو عن طريق التواصل الاجتماعي الميديا الموجودة في الدسكريبشن مثل تويتر بتدروا ترسلوا لي رسائل خاصة وإن شاء الله بحاول أساعدكم وأجاوبكم على الأسئلة ولا تنسوا الدعم والاشتراك لو مش مشتركين بالقناة واللايك لو عجبكم المقطع والديسلايك لو ما عجبكم وحياكم الله وحيكون عنا مقاطع تانية جديدة واحد للسيرفرات إن شاء الله أنا شغال عليه كل شي عن السيرفرات اللي هتنزل إن شاء الله قريبا وحينزل طبعا الويك آيلند يوم 12 الشهر يعني بعد تقريبا خمس تيام وهيك منكون وصلنا لنهاية المقطع ومنشوفكم قريبا إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته